السلام عليكم وعملين ايه كله سامت وطيبين ان شاء الله هعمل معاكم ونهاردة احلى كيكاب سوس المانجا خطيرة ما تنسوش كمان تدعموني بلايك وشير واشتراك للقناة ويلا بينا نبدأ في المكونات معنا كوباية سكر كوباية كمان مانجا فرش من غير اي اضافات نوس كوباية زيت كيس بيكن بودر كيس فانيليا تلب بضوط بدرجة حرارة المكان اللي انت موجودة فيه رشة من الملح وكمان كوبايتين زيئة الخلاط اللطيف بتاعك ودي اسهل طريقة بنعمل بها اي نوع من الانواع الكيكا حطي فيها كل المواد السايبة اللي عندك وضربينه كويس جدا لغاية ما يبقى القوام سايب معيك خالص مفوش اي تكتلات ايه اطلاقا مع كوبايتين دي حطي كيس بيكن بودر ورشة من الملح سنة عن الرسول عليها افضل السلام والسلام قلب المواد الجافة دين مع بعضها كويس عشان كله يبقى مع بعضه كده مفوش ايه حتة فيها وحتة ما فيهاش وهاتي بقى الخليط اللي احنا ضربناه في الخلاط وصبيه على الزيئ بتاعنا اعطي بقى يقلبي فيه لغاية ما يبقى الزيئ مختفي تماما مفوش اي ايه اه نقط يعني من الزيئة وما لو ما عرفتش تعمل الخطوة ديت ممكن تضربين في الخلاط وهيطلع معيك القوام زي الفل سخن الفل على درجة حرارة عالية اه عشان يبقى سخن كده وهاتي صنية متوسطة ادينيها سمنا دينيها زيت حطي فيها ورق زبدة المتوفر عندك وصبي فيه الخليط ده كله خرجي منها الهوى بضربتين كده على الرخامة عندك ودخليها على درجة فرن حرارة 180 او لو ما عندي كيش الفرن مرقم ممكن تحطيها على درجة حرارة هادية خالص المهم من ايه النار تكون هادية للسوس بقى الخطير كوبات مانجة مسلجة معلقتين كبار من الاشطة اربع معالي كبار من الكريم شانتيه وكمان هنحط رشة من السكر البودر السوس ده جماعة هيبقى سايب مش هيبقى تقيل زي الكريم شانتيه الكيكا خرجت زي ما انتم شايفين زي الفل هنجيب بقى السوس ودي اللحظة الحاسمة انك تعملي كيكا وتصب عليها السوس والسوس ده عايز اقول لكم خطير كنت باكله بالمعلقة من طعمته كان حلو جدا وبعدين هنحط بقى ايه للمانزر ده هنزوها بقى من فوق بايه بمعالق من المانجة ولو عندك كمان المانجة قطع هيبقى شكلها احلى واحلى تخليها التلاجة تسعى بس ونص ساعة وخرجيها بقى وكلي احلى كيكا بسوس المانجة وانتي بتقطعها عايز اقول لكم خلصت على طول في نفس الوقت من طعمتها وجمالها وده الشكل النهائي يارب يكون الفيديو عجبكم واتنسوش كمان تشتركوا في القناة وكل صماتوا طيبين والسلام عليكم